بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل البرت الموجود معنا بكده نكون وصلنا لآخر مرحلة وهي نحن نعمل التول باس ونعرف إزاي نعمل عملية السوميوليشن لهذا البرت فهنيجي هنقول له دلوقتي روح على التول باس وعمل لنا 3D سوميوليشن لهذا البرت اهو نقول له يبدأ يعملي السوميوليشن خليك ماشي مع يولو آرو وهو بيوريلي step by step يبدأ يعمل البوس شوفه بيعمل راف بوس اهو ويعمل الدرافت أنجل اللي احنا عملناها مش هنقول له درافت أنجل 45 وبعدين بعد كده يبدأ يعمل عملية الفينيشنج احنا هنا شغالين كل ده فين في البوس كده بيعمل الفينيشنج للبوس آخر مشوار هو المشوار اللي جاي تمام كده خلص يجي يبدأ يعمل ايه الهولز عمل الاول spot درافت خلص التلاتة وعمل الهولز يجي يبدأ بعد كده يخلص يعمل عملية الانجريفينج اللي هي بتاعة التكست دي آخر مرحلة كتب كاد نزود السرعة بتاعة كاد كام فيتشورز كده هو أنهى هذا البارت كده حققنا في هذا البارت اللي هي كل الفيتشورز اللي هي فروم كام فروم دايمينشنز فيتشورز فروم دايمينشن وفيتشورز فروم كيرف هادي الابريشن لست بتاعة العمليات الديتيلز بتاعة العملية الانتاجية لكل الابريشن موجودة عندنا طبعا انا لو عايز احسب بحسب طبعا هو بديني التايمه هادي التايم كله الانتاجي لهذا البارت والباور المستعمالة الأقدمة الكاتينج فورس والكلام دا أنا بقدر غيرها من أول استوك وانا بشغال في استوك زيما احنا شفنا تمليل كنا شغالين فيه فقالني لما جاي يعمل استيب بور قال لي لا دا انت عندك الماكسيمان باور الليمت باور قدي كده والماكسيمان باور لهذا الجزء أكبر فأكدنا على طول أنا هدخل على الاستوك وغير قيمة الماكسيمان باور عشان أضمن ايه اني أنا هنا غطيت في عملية السيميوليشن كل العمليات بطريقة صحيحة فهنا بقدر أحسب ادي الزمن الكلي وادي الباور المطلوبة هنا دي فيها ميزة شباب إن أنا لو عايز برودكت زي دا بعمله فمطلوب مني إن أنا أنتج هذا البارد وأقدر بطريقة بسيطة وسهلة جدا إني أنا أحسب الزمن اللازم لإنتاجها أو أعرف الزمن اللازم وأعرف الباور المسألة أحسب التكلفة الكاملة ودي عندي المتيريال عندي الفوليوم موجود طيب كلها موجودة فمدي الفوليوم موجود والدنستي موجودة هذا رح أحسب وزن الجز خلاص عرفت تكلفة الكلية لهذا البارد يعني العملية كلها لا تستغلق معك أكتر من خمس لعشر دقائق تعرف بتحسب بارد زي دا هيكلفني الدئيالي عملية انتاجية طبعا نعرف زمن التشغيل الدئيال فبقول ساعة الساعة التشغيل على من تكلفة المنتج الدئيال فيب بقدر أضغط كده لشان أطلع الاني سي كود لهذا البارد يبقى إذا أنا لو عايز أعمل خدمانك هنا أنت بتقدر تعمل سيف لهذا البارد وأنا يمكن وضحت في المقاطع الأخرى كيف نعمل عملية سيف لهذا الفايل أنا بقدر أعمل عملية تعديل في هذا الفايل للكود لأن أفرض أنت عايز تغير في الكود عايز تغير feed عايز تغير speed عايز تغير أي تغيير في الكود غير الماتير فعايز تغير البرامتر بتاعة التشغيل بتاعك فبتقدر تغيير التغيين موجود عندك في هذا البارد بكده نكون خلصنا أنهينا الجزء بتاع الميلينج إن شاء الله في المقاطع القادمة نتناول الجزء اللي هو خاص بالترنينج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته